عندنا 58 مليون مواطن غيرت حياتهم حياة كريمة المبادرة اللي على نانسات الرئيس في 2 يناير 2019 يعني المبادرة دي أول معنا على نانسات الرئيس كده وأهدفها والتحديات ونشوفها للأسر الأكثر احتياجا والتجامعات الريفية وخبار السن والإعادة هيكلة القرى والريف والنجوع والعزب وخبار حضرتك من كلمة العزب دي يعني أنا عندي تقريبا 34 ألف قرية ونجع وعزبة وكفر عندي حوالي 5000 قرية يندرج تحت هذه القرى زي ما قلت حضرتك دي عزبة ونجع وكفر في مصر بالحاجات دي بتبقى موجودة فالتغيير اللي حصل ده لـ 58 مليون مواطن حضرتك كنت بتشوفني دلوقتي تقول لي أنت بتجيب الكلام ده منين؟ لا إفاندي ما جوش منين؟ اسأل اللي راحت له حياة كريمة روح واتطلع وتأكد من اللي أنا بقوله لحضرتك أخذ بحضرتك تعالى خليني كده أخذ حضرتك خطوة خطوة كده هارجع بيك شوية والحضر والمستقبل دي قرية نهطاي في الغربية دي القرية النموذجية من القرية النموذجية الأهم الأهم فيه كرة كتير بس دي واحدة من القرية فيه تأربع خمس كرة كده حلوين قوي احنا اخترناهم دي قرية نهطاي في الغربية تعالوا كده قعدنا وكاننا دورة وشربنا شاي وبين وبين بعض كده فيه ود تعالوا يا جدعان قولونا إيه اللي حصل فتعالوا نسمع ده في نهطاي في الغربية ونرجع لحضرتكم خلونا كده في الكم دقيقة اللي جيين دول نسمع بقى صوت الغيط في استوديو الغيط إنجاز التعبير يعني مجموعة أهالي من قرية نهطاي اللي احنا موجودين فيها وزي ما قلت لحضراتكم وزي ما قلت الدكتورة زينة بسامي مسؤول حياة كريمة في محافظة الغربية إنه نهطاي نموذج لحياة كريمة على مستوى مصر كلها مش على مستوى محافظة الغربية فبالتالي من نسبة 99% من التنفيذ موجود يعني تم تنفيذ 99% مما تم العمل به وإن شاء الله بإذن الله يتم 100% في الفترة الجاي حضرة العمدة إحنا في ضيافته يعني هيبدأ اللقاء وكل واحد طبعا من أساتذتنا اللي موجودين ومن حجاجنا اللي موجودين يقول في اسمه كده في البداية بحيث إن إحنا نوثق القعدة دي ونطلع بشيء مفيد ماذا فعلت حياة كريمة في قرية نهطاي وماذا يشعر المواطن وكيف يشعر المواطن وفي مطالبات أخرى ولا لا ولا هل الموضوع ماشي في إطار أرحب بك حضرت العمدة ربنا يا خليجة جبر بي وتشكرين حضرتك أولا احنا اتشرفنا بوجود حضرتك معنا النهاردة ربنا يا خليجة ربنا يا حفظك شرف لنا شرف لنا انت بقى كعمدة القرية الضوء اللي محطوط على القرية وإنها فيها إنجاز فعلا ملحوظ في حياة كريمة وإنه واحدة من الكرة اللي على مستوى مصر كلها مش على مستوى محافظة الغربية اللي يتقال إن حياة كريمة نكحت بنسبة كبيرة جدا في التنفيذ لامس ده على أرض الواقع باعتبارك العمدة أكيد طبعا نهطاي النهاردة تعتبر المدن النهاردة بتحصد نهطاي على المشاريع اللي اتعملت فيه المدن المدن أه أه يعني النهاردة هنتعمل عندنا مشاريع مش موجودة في زفته اللي هي كمركز تمام مش موجودة عندنا تمام اتنين وثلاثين ألف لا بدأ كله يعني بالأطفال لا يعني كم عارض السكان يعني حاجة وعشرين ألف حاجة عشرين ألف سبعة وعشرين ألف آه يعني إنه نهطاي تعتبر من أكبر القرى اللي موجودة في المركز زفته قبل حياة كريمة يعني قبل سنتين ونص كانت المسائل الماشية إزاي مسائل طبيعية زي أي قرية موجودة طبعا زي مثلا نقول أضعف حاجة مثلا الأنابيب الأنابيب البتجاز النهاردة كانت الناس مثلا طبعا حداكو تتعرف أن الأزمة بتاع الأنابيب دي كانت بتيجي في الشتاء لما تطلع مثلا قبل الفجر عشان تدور على أنبوت بوتجاز تيمشي مثلا في الشارع دينيا شاتية طين تزحلق مش عارف إيه كل القرية دوقتي بقت غسطة بيعش النهاردة القرية بالكامل غسطة بيعش وبالنسبة برضو للنت قالوا لي أنه عندكم فايبر كان فيه عندنا كان فيه نت اللي هو القديم وطبعا كان يعتبر شبكة متهلكة جدا النهاردة طبعا الشبكة دي تلغت بالكامل وتعمل هي الشبكة الجديدة اللي هي الفايبر في نهطي بالكامل نهاردة طبعا سرعة النت ممتازة جدا ورصف الطرق عندك النهاردة طبعا رصف الطرق ده تعتبر برضو إنجاز المجاري يوصل في الصحة لا المجاري كانت نهطي فيها مجاري من فترة طبعا عندنا في الأساس طبعا المجمع اللي تعمل المجمع المدارس الملاعب طبعا نهطي تعتبر القرية الوحيدة اللي ما كانش فيها مركز شباب على العلم إنها كانت أكبر قرية على مستوى المركز طب تطلب إيه بقى يعني أنت باعتبرك بقى أن أنت يعني قلت كل حاجة تمام أنت تطلب إيه باعتبرك عمدة القرية ومن أبناء تطلب إيه من حياة كريمة أو تطلب إيه من الدولة بكل احترام يعني والله بكل احترام إحنا الحمد لله يعني كده متهيق لي إن حياة كريمة مدتش فرصة إننا مثلا نطلب حاجة تانية يعني نهار ده مفيش حاجة متعملتش أحمد سيد أحمد أحمد أنا راشماوي من برضو من الأهالي القرية مش كده أنا من المسؤولين برضو في حياة كريمة ومتطوع في حياة كريمة الكلام اللي قاله حادة العمدة اي خبرك? اه بالنسبة لنا هنا كان سقف التوقعات يوم ما كان حد بيحلم يقول لك والله انا فاضل لي وصلت اه مية. فاضل لي وصلت صرفك وانت عايز اعملها. اه. فكاتل لها الايه اللي هو كان الحلم البسيط. اه. فالنهاردة ما نجي نبص ان احنا رفعنا سقف التوقعات النهاردة عملنا لهم اه شبكات يعتبر شبكة الصرف كلها اه. فيك حاجات كتير اتجددت. شبكة المية النهاردة كاملت اه الانارة في الكهرباء الكشفات. اه. بالنسبة للفايبر اه خدمة لغين الخدمة النحاسية بتاعة الانترنت وعملنا خدمة فيبر النهاردة. اه. بالنسبة الغاز الطبيعي اللي كنا بنشوفه يعني اه. كان امل اي حد بقولنا رايح المدينة النهاردة اعم هناك غاز طبيعي. النهاردة حالان الحمد لله. مفيش ست بيتي النهاردة بتدور على انبوباء ولا بتقول والله اه. المكان بعيد عني ولا الفلوس ولا العسعار والحاجات ديات. لقى النهاردة بقى كل حاجة موجودة في البيت. النهاردة لما عملنا طبطين للترع النهاردة مجهزنا له الوصلة لحد اه راس اه راس غيته. بقى النهاردة بقى سهل عليه ان هو يسقي ارضه وبقت كل حاجة متوجدة عنده النهاردة. اه. اه جميع الخدمات ان تعتبر حتى الخدمات الزراعية نفسها. اما تبقى النهاردة تعمله مجمع اه خاصة مجمع زراعي. اه. هيبقى في كل شيء النهاردة موجود فيش بالنسبة للبطريب بالنسبة للقسمة ده بالنسبة يعني انت انت بتكلم برضو من حياة كريمة. انا باتكلم. اه. اه.